هلأ إذا جينا على البحوث الطبية أو خليني أقول الدراسات حقيقة اللي بيروح على في شارك خليني أقول بس ميزة هيك ربما تمييز بديهي أو خليني اعتبروه شي سخيف جدا جدا عذرا من هالكلمة أنه في فرق بين دراسة وبين ريفيو بين study أو trial وبين ريفيو ريفيو هي مراجعة فأنا ما بيصير إجي والله أمسك الإنترنت أو جوجل ابحث عن مثلا استخدام الأسبيرين في احتشاء العضل القلبية مثلا فبروح بلاقي ريفيو يعني مراجعة وبيجي بيحتاج فيها أنه والله وردت بالورقة الفلانية أنه والله يستخدم الأسبيرين باحتشاء العضل القلبية لا مو صحيح هذا مو هو الطريقة الصحيحة هذه الريبيو هي مراجعة شخص عادي مثلي ومتلك راح بحث بالريسير بالأبحاث الطبية ولقى الدراسات اللي بتناسبه وراح كتب مقالة واستشهد فيها بالدراسات تبعه وهذه صار اسمه ريفيو هلأ لما تفتح أي مجلة محترمة نيو انجلند أو غيرها مثلا هتلاقي هي مزيج فيها أربع أو خمس دراسات جديدة بينزلوا بهذا العدد والبقية كلها عبارة عن مقالات عبارة عن مقال مراجعة مقال وجهة نظر مقال إلى أسماء مختلفة بس كلها عبارة عن مقالات فجدا مهم انه ميز بين اني عم احكي عن مقالات مقابل دراسات هلأ الدراسات اذا جينا على الدراسات احنا هلأ بال2020 ربما لو بحثنا بالأدب الطبي بتخصص واحد حنلاقي ما حقول لعشرات الآلاف عشرات الآلاف من الأوراق العلمية مستحيل انا قدر حيط فيها جميعا وهي ما هي كلها عن نفس المستوى من الأهمية وجزء كبير منها صراحة لا يساوي المدادة الذي كتب به كما يقال او اللي طبع فيه صلنا هلأ بعاصل الكمبيوتر فأنا لازم اعرف شو الشي اللي بنقرأ وشي الشي اللي ما بنقرأ أنا بداية كبداية من الصفر سأحكي واحد ما عنده اي خبرة بريسيرج لازم اعرف ميز شغلة اسمها يعني الدراسات اللي هي نقاط العلام اللي احدثت فرقا بالأدب الطبي بتخصص معين بعد هاي الترايل مثلا او هاي الصدي عملوا القايدلاين بناء عليها غيروا القايدلاين بناء عليها مثلا هلأ في دراسة شهيرة جدا بارتفاع الضغط اسمها سبرينت نشرت عام 2016 القايدلاين تبع الامريكان هارت اسوسياشن والأمريكية جميع امراض القلب الامريكية اعتمدوا هاي الدراسة بجزء كبير بالقايدلاين تبعهم فهي اسمها لاند مارك تريال هلأ بغض نظر وافقتها او ما وافقتها بث هاي الدراسة مهمة لازم تعرف شو محتواها مثلا لما نحكي عن المريض المنفسي حكيت عنه في دراسة شهيرة جدا جدا لا يصح تدخل عناية مركزة بدون ما تعرف شو هاي الدراسة اللي هي الارد اس نيتورك اللي هي الارما تريال عام 2000 صدرت 2000 فهي دراسة اسمها لاند مارك بالمقابل صدر عشرات دراسات غيرها عن اللو تايد الفوليوم او غيره مو بالضرورة تعرفهم كلهم بس المهم من لاند مارك تريال تصير تعرفها طيب انا كيف اتعرف لاند مارك من غيرها انا هلا اجدت على البحث كيف اتبحث هلا اول طريقة للبحث هي الجوجل حقيقة بس صدقوني اذا دخلت على جوجل هلا او كتبت مثلا الاسبرين بالاحتشاء ربما واحد كتب واحد حداد او غير طبيب ما احترامي لجميع المهن كتب بالبلوغ تبعه او بالمدونة تبعه انه والله اخذت اسبرين بعد احتشاء عده القلبية حيطلع معك بالبحث هذا الكلام فالجوجل هو بحث غير نوعي ما هو بحث الاطباء مفيد طبعا بفيدني انا بستخدم الجوجل بالبحث بس بيكوني عام ابحث عن عنوان معين ما اقدر تقوله بمحلات ثانية هلا لو طلعنا درجة واخدنا بحث تخصصي نوعا ما بروح على جوجل سكولر اللي هو البحث العلمي تبع جوجل نفس جوجل بس اضيف عليه سكولر وابحث عن الموقع الجزئي تبع جوجل هذا هيطلع معك موقع بحث علمي ميزتوا هذا الموقع انه وقت تكتب على شيء بيعطيك الاوراق العلمية فقط الصادرة بهذا المجال طبعا اوراق طبية وغير طبية بس يبحث عموما نحن كاطباء بهمنا الاوراق الطبية وفي ميزة حلوة انه لو كان المقال متوافر مجانا بيعطيك لينك لحتى تقدر تاخد المقال مجانا بلينك موافق جنب اللينك الاصلي تماما هلا المشكلة انه هدول اتنين الجوجل او جوجل سكولر ما بيناسبوا شخص ما عنده اي فكرة سابقة عن البحث الطبي وبالتالي ما حيقدر يعرف مين المنيح من الابيح من الدراسات شو لازم يقرأ وشو ما لازم يقرأ صراحة الوقت من ذهب وبالتالي انا ما عندي وقت اقرأ كل شي خاصة اذا ما عندي اي خلفية مسبقة فانا بدي حدا يوجهني اللي اقرأ هاي الدراسة ولا تقرأ هاي الدراسة منين بوصل لها دول الدراسات اللي هن اللاند مارك اللي هن المثلا سبرينت ترايل انا لازم اعرفها ارتفاع الضغط الاكورد بالالفين وعشرة لازم اعرفها ببحث اول شغلة فيه شي اسمه الريفيو ارتيكل رجعنا للريفيو ارتيكل اذا الكاتب تبع الريفيو ارتيكل محترم وابضايا حيعمل لك مناقشة وذكر لاهم الدراسات الكبيرة اللي اجريت بمجال معين فلو اخذنا الريفيو ارتيكل عن الارتفاع الضغط بالالفين وعشرين قولا واحدا حيذكر لك دراسة سبرينت وحيذكر لك دراسة الأكورد حيذكرها ضمن النص الطبي انه في دراسة كذا وكذا اثبتت كذا وكذا بيحط لك بعدين الرقم اللي هو اربعة وخمسة باخر المقال اذا بتشوفوا هدول العشرين ثلاثين اربعين عنوان هذول عنوين الدراسات اللي هم نستند اليهم الباحث انت بدك ترجع لهم وتشوف انه هو الدراسة هاي المقصودة هي هاي بيكون اعطيك اللينك تبعه حتى هلأ الملفات الكترونية ستطعم اللينك ما عاد فيه مجرد انك تعمل كوبي ممكن اللينك تضغط عليه بالPDF نفسه وبيفتح لك الدراسة فاول مصدر انا بقدر بعرف انه الدراسات الكبيرة انا اروح اقرأ ريفيو محترم من شخص يعني جهبذ خلينا نقول بالعلم فهو بيذكر لي كل الدراسات القوية والجيدة والمحترمة انا بروح باخذها من الريفرنس تبعه بحطها على جوجل سكولر او حط على جوجل العادي وبروح بفتحها وبدور عليها واذا طلعت معي وخاصة اذا قدرت نزلها الPDF الاساسي انا فيني اقرأ شو كتب عن الدراسة اذا قال لك ان الدراسة الفلانية هي جيدة بس فيها اثبتت زيادة الوفيات او اصل الوفيات فيني اقرأ بنفسي شو كتب هو ما ضروا يقرأها كلها من هلأ انا ما عمقول لازم واحد يقرأها كلها طبعا هو الشيء المثالي روح يقرأ المقارة كاملتها ويعمل لك ريديك الابريزل بس ما عمنا وقت لهذا الكلام مع كل احترامي الزملائي بيطلبوا انك لازم تقرأ كل شيء لا ما حقدر اقرأ كل شيء ابدا ممكن انت مقالب عشر صفحات تقرأ الابستراك تبعها بشكل سريع تفتح كم جدول فيها اذا لقيت فعلا مفيدة او شيء يعني واضح عليها الضوم كما بيقولوا ممكن تقرأها كلمة كلمة وقتها تستحق وقتها شيء من وقتك النا الريفيو ارتكل بيعطيك كتير عناوين فينك تروح عليها الشغلة الثالثة او الرابعة خلينا نقول الميتا اناليسيس هي التحليل الجمعي سميته انا انه عبارة عن اربع عبارة عن مثلا موضوع معين خلينا نقول الهاي بيب versus لو بيب البيب العادي مقابل البيب المنخفض انا بروح بدخل على جوجل سكولر وبكتب هاي بيب versus لو بيب اني ار دي اس متا اناليسيس فيبعطيني شو الميتا اناليسيس الصادرة بهذا المجال هاي الميتا اناليسيس عادة تم تجمع اربع او خمس دراسات او عشر دراسات بالموضوع بيكون حسب معلميت اللي صنع الميتا اناليسيس بيكون اخذ احدث الدراسات واقواها لانه هنا في انكلوجينغ وكذا ممكن هي لاحقا نحكي فيها بالتفصيل فانا بتطلع شو دراسات المشاركة بالميتا اناليسيس وبتطلع على حجمها لانه بيعطيك حجمها كمان باخد اكتر اكتر دراسات او اربع دراسات حجمهم كبير اللي كان عدد المرضى فيهم كبير قياسا بدراسات صغيرة هدول هنين التارجت تبعي طبعا لما الميتا انا رسيسيس بيبتقل لك انه اخدت الدراسة الفلانية وفلانية كمان بيحط لك اللينك تبعها بنهاية المقال فهي طريقة تانية اني انا رد اخذ عنوين الدراسات وروح افتح عليها الطريقة الرابعة او الخامسة اني انا اسمع المحاضرات المحاضرات اللي بتنزل على المؤتمرات ستتصور فيديو هلا او بتتحول على اما بالمواقع المجلات نفسها ممكن تدفع اشتراك او تكون مجانية او مهكرة والشي اللي بدك اياه بغض النظر مهم انك تشوف محاضرة من شخص محترف عملها على فيديو هاي المحاضرة لما بتسمعها وتشوف سلايدات تبعها سلايدات تبعها بتكون مأخوذة بعناية من دراسات كبيرة ممكن يحط دراسات صغيرة هو اكيد بس انت لحالك هتلاحظ انه في دراسات كبيرة وقاعد عم يناقشها ويفصلها بحط بنهاية السلايد هو بيكون حاطة اللينك تبع الدراسة او العنوان تبع الدراسة بتاخده بتروح لجوجل او جوجل سكولر بتكتب العنوان وبتوصل للدراسة اللي عم يحكي عنها بتنزلها وبتشوف شو حكى عنها بالمحاضرة وبتسمع وبتقرأ بنفسك وتتأكد انه فعلا حكي وكان صحيح او لا الطريقة الاخيرة هي انك تروح للمجلات نفسها كالاسبوع زمان مثلا عندك ساعة مطالعة على المجلات وبتشوف شو هي الدراسات من عنوان الدراسة ربما يبين معك ان هاي الدراسة خرج انه ادخل بالتفاصيل او ما خرج ادخل بالتفاصيل